إذا كانت تغيير والحركة من طبيعة الكون فلا عجب أن تتغير الديمغرافيا السكانية إحصائية عن المسلمين في بريطانيا تحاول أن تضحض الشائعات النمطية عنهم كما يقول معدوها الإحصائية أعدها المجلس الإسلامي البريطاني هذه الدراسة تأتي في محاولة لإعطاء صورة وفكرة واضحة ودقيقة عن مسلمي بريطانيا بالمقارنة مع إحصائية السكان الكلية في إنجلترا وويلز لعام 2011 حاولت تقرير البحث في أحوال المواطنين البريطانيين المسلمين ومستويات التعليم لديهم والصحة ودور المرأة وعملها وتعليمها وصل البحث إلى أن نسبة كبيرة من المسلمين هم في عمر الشباب وتصل نسبة الموظفين الدائمين إلى واحد بين خمسة مسلمين بالمقارنة مع واحد إلى ثلاثة في نسبة السكان الكلية ويرى البعض أن سبب ارتفاع نسبة البطالة بين المسلمين يعود إلى عدم توظيفهم بسبب ما يسمى بالإسلامفوبيا جئنا للتعايش مع الجميع بسلام في بلاد اقتتال وحروب وهو ما لا نحبه كما يرى معدو الإحصائية أن التقرير يظهر أن المسلمين يتبنون القيم البريطانية وينتمون للمجتمع البريطاني ويدحد الأقاويل عن عدم قدرتهم في الاندماج بالمجتمع الإنجليزي ويظهر ارتفاعا في نسبة التعليم بينهم المسلمون يشعرون بأنهم بريطانيون ثلاثة وسبعون في المئة عبروا عن أنه يتهم الوطنية بريطانية ولدينا أيضا بعض النتائج التي تشير إلى ارتفاع التنوع العرقي بين المسلمين كما لاحظنا ارتفاعا في مستوى المهنية والوظائف كالإدارة وغيرها التقرير يشير إلى أن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز يصل إلى أكثر من مليونين ونصف ما يشكل تقريبا خمسة في المئة من عدد السكان الكلي ثلاثة وثلاثون في المئة عمرهم أقل من خمسة عشر عاما تمانية وستون في المئة من أصول أسيوية تمانية في المئة من العرق الأبيض سبعة وأربعون في المئة منهم ولدوا في بريطانيا بينما ولد ستة وثلاثون منهم في الشرق الأوسط سبعة وثلاثون منهم يعيشون في لندن من التحديات التي يشير إليها التقرير أن نصف المسلمين يعيشون في أكثر المناطق فقرا في إنجلترا كما يشير التقرير إلى ارتفاع عدد النساء المتعلمات ولكن الغير موظفات هذه الإحصائية ربما تكون أرضية وأساسا يمكن الاتكاء عليه لدراسة التنوع السكاني بشكل عام في بريطانيا لتشخيص مشاكل الأقليات العرقية والقومية وإيجاد الحلول الجدرية لها بما يتناسب مع المصالح البريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر